اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة محام اسماعي للمعلومات ازايكم عالمين يا رب تكونوا ساحة وسلامة النهاردة نرجع معي درس جديد هيعجب ناس كتير بصراحة اللي هو التأثير رسم الرصاص على الجلد الانسان بطريقة طبيعية اه الطريقة دي هتكون ان شاء الله سهلة وهوركوا ازاي تقدروا تعملها بمنتهى السهولة بس قبل اي حاجة بدعوكم العامل شيرو كمينتو سبسكرايب وتفعيل زر الجرس اهم حاجة سيرج الجرس يا جماعة علشان يصلكم كل ما هو جديد ويلا بينا نشوف الدنيا في اي مبدئيا هيكون معانا اكشن وهيكون معانا الصورة طيب هنشتغل ازاي كالعادة زي ما علمتوكو بنجيب قيمة الاكشن وندخل فيها هنا الاكشن ونقل كده اضفته مباردك عشان الناس تبقى فاهمة لو هي مش عارفة بنسحب الاكشن وحطها ديسكتوب على اي مكان ونجيب نسحب ها تاني ينزل معانا واهم حاجة دي انا علامة ازاي وهاجي اجيب هنا صورة اللي انا عايز اعمل عليها المؤسرة هو وباقي اجي استنى سبب العبال ما تفتح طيب معلومة بس قبل ما ابتدي في الشغل الاكشن بيشتغل على اي اصدارة السي سي ابتدأ من السي سي وان وانت طالع لغاية واحد وعشرين مفيش مشكلة لكن قبل كده مش هشتغل معك لو حد يشتغل على سبعة ولا ستة فوتوشوب مش هشتغل معاه طيب بنيجي نشتغل ازاي باجه هنا وحطت الصورة خلاصة اهو وبعكده بقول له play طبعا انا بالدرس دوت طلبه صديق ليا انا عايز يعمل فكرة ان هو يعمل مؤسر ما بين دمج ما بين الرسم الرصاص ورسم او جلدي الطبيعي للانسان طبعا انا بردك هستغل للحظة ديت هو كده ممكن في ناس تستخدمها كذا طريقة في واحد بيستخدمها يدوي وفي واحد بيستخدم الاكشن زي حالتي وفيه اللي بيستخدم برنامج متخصص في الرسم انا حاليا ما عنديش صدد ان انا اشرح برنامج الرسم من انه مش رسام لكن انا عارفه لكني مش في صدد ان اشرحه فخليني في الاكشن بحكم ان انا راجل بحب الاكشنات والحاجات الجاهزة طبعا هنا بيقف بيقول ان ممكن نحصل عملية تعديل في اي الوان انا انا مش محتاجة اعدل هوا هتطلع لكذا قد اقتل لانها ستنى قليلا هنا اهو هوا 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 كده 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 الاتشن خلص طبعا هو بيقف معك سواني مش بيقف 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 بيقفة طويل اهو طبعا هنا بيقولك عايز تعديل في الليارات الالوان تقدر تعديل ممكن انت توقف تساط و تخش جوا اتصبح الغريف غلطي, ثم من المسكين على أحد جديد. هناك السابق فقط فإن شاء الوجود. لست محتاج الإنسان على الوانجة الموجود على استطاع Chate. ثم من الملتطقة هي عمل ما هذه الطريقة. هناك الملتطقة أخرى. ولكن هناك الملتطقة. هناك شيء الملتطقة أخرى. لدينا فرصة الفقيام فقط. هناك أيضا ممكن أن تفعلوا الوانجاور. فائي لو انت عجباك وفي هنا عندك وفي اجست من تو تقدر بردك تشوف الدين في ايه بردك هنا تقدر تعدل اهو الالوان لو انت حابب بقى تشوف الالوان اهو اللي كان بتكلم فيها انا بالنسبة لي مش محتاج كل ده انا اللي محتاجه حاجاتين خالص محتاج المؤسر بس طيب عشان باني جي نعمل الدمج ما بين الاتنين بنعمل ازاي احلى حاجة في الاكشن ان هو بدينا صورة اصلية اهو نقدر نستهدمها انت بتشوف انت محتاج ايه وتبتد انا كل اللي هاملها فاعل الصورة وبعد كده هنزل حاجة اسمها ماسك كده خلاص الاكشن اشتغل معانا هوات ونزل هنبتدي نشتغل نشوف الدين في ايه انا الصديق اللي كان طلب طلب ان هو يعمل بس جزء على العين يكون مؤسر الرسمي فيه شغال انا كل اللي هامله كدتلعه هبتدي اشتغل طبعا انا كنت قبل من نفسها انا كنت حبيت بس اجرب حاجة فهتلاقي العين كتمرسومه عشان بس محدش قول انا باتحكي عليكم اهي بابتدي ازبط الدون في ايه واشوف الدون في ايه والله انا محتاج مؤسر يكون على العين كينا بيها محتاج مثلا على الوش مرضك كينا بيها وطبعا يفضل وانت بتشتغل تسيب يدك مع الموسم مع كل خطوة ليه لانك انت لو اشتغلت على طول والاسف او اللي قدر الله حصل حاجة مثلا غلطة وجيت سبت هتنافسي بتمسح كله من اول وجديد وهذه الغلطة اللي ظهرت في العين ان انا بالفعل كنت عملت نفس الغلطة في الوقت ان نبيه كلها مش غريب ان واحد نبيه العلطات البسيطة دي اهي طبعا اهي خلينا باردك من البرد ده انا حابب اهي كده هي دي فكرة المؤسر او فكرة اللي قتمطوه مني اللي انا عمله ان هو يبقى بيان فيه شكل الرسمة طبعا انت بفهمت الدونة ماشية ازاي تقدر تشتغل عايز بتشتغل على الراس كلها عايز تشتغل على الجسم عايز تشتغل على حتة معينة وتسيب حتة معينة اللي انت عايزه معاك منتهى السهولة طبعا كده انا انا خلصت الدرس درس بسيط جدا ولزيز جدا والدرس ممتع جدا تقدر تستخدمه تقدر تستخدمه الاكشن الاكشن اللي موجود عندك في الدسكريبشن ان شاء الله اي سؤال اي استفسار انا تحت عمركم واستنوني في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته